أهلا بكم مشاهدين الكرام أرحب بكم في سياق هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بهذا الخبر العاجل حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الأرمني فهاجان آخاتا شوتوريان وذلك على هامش إنعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا على ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبية حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمنية إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتين الشرق الأوسط وجنوب القوقاز الشرق الأوسط وجنوب القوقاز الشرق الأوسط وجنوب القوقاز الشرق الأوسط وجنوب القوقاز